مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح معاكم نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب قبل ما نبدأ في موضوع الحلقة النهاردة حابب أشارك معاكم إعلان مهم جدا وهذا الإعلان هو عن يوم الصلاة العالمي من أجل العابرين والتفاصيل الخاصة بهذا اليوم هتبقى موجودة في الإعلان نسمع الإعلان ونشوفه وأرجع أعلق عليه وود لحضراتكم بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بيوم العالمي للصلاة 18 نوفمبر 2020 رح يكون اليوم العالمي للصلاة لأجل المؤمنين بالمسيح من خلفية إسلامية اللي هو أنا واحد أيضا منهم ونحن كتار في هذا العالم عايزين ندعيك أنك تشارك في الصلاة معنا ولأجلنا ولأجل كل المؤمنين بالمسيح وعايزين نقول لك من داخل أعماب قلوبنا أنت مش وحدك أنت مش وحدك وعايزين نقول لكل عابر عارف المسيح من خلفية إسلامية أنت مش لوحدك أنت مع كثيرين جدا عارفوا المسيح أنت جزء مهم جدا وعضو مهم جدا في جسد يسوع المسيح أنت ابن لله وعشان كده يوم 18 نوفمبر 18-11 عايز حضراتكم تاخدوا بالكم من التاريخ ده ويريد تكتبوه يوم 18 نوفمبر هو اليوم العالمي للصلاة من أجل العابرين وكمان عايز أشجع حضراتكم أنك ممكن تدخل على صفحة اليوم العالمي للصلاة من أجل العابرين ويتوريجستر أنت تسجل وتسجل اسمك وتسجل أيضا تليفونك أو الإيميل بتاعك وهتوصلك معلومات وتكون على تواصل مستمر معنا بخصوص هذا اليوم ممكن تدخل على صفحة mbbglobal.net وتشترك وتسجل في اليوم العالمي للصلاة لأجل العابرين الرب يبارككم وطبعا مشاركتكم واشتراككم الفعلي في الصلاة هو أمر مهم جدا لأننا ينبغي أن نصلي لأجل بعضنا البعض قضية حقيقة صلب يسوع المسيح هل فعلا يسوع المسيح صلب؟ وهل فعلا يسوع المسيح مات؟ هذه الحقيقة هي جوهر الإيمان المسيحي بل هي روح الإيمان المسيحي فلو لم يمت المسيح لو لم يصل بالمسيح لصار زي ما قال الرسول بوليس عن القيامة أيضا هيقول عن الصليب لصار إيماننا باطل لصار أيضا التجسد ليس له قيمة لأنه غاية التجسد غاية مجيء يسوع المسيح هو أن يخلص العالم يبقى أيضا حياة يسوع المسيح على الأرض ليس لها قيمة لو لم يصلب ويمت يسوع المسيح لأنه الهدف والغاية من الحياة أن يذهب إلى أرشاليم أن يثبت وجهه نحو أرشاليم لكيما يقدم نفسه فدية عن كثيرين لأيضا صار إعلان الله عن محبته غير موجود لأن الصليب هو إعلان الله الكامل عن محبته وعن عدلته وصار أيضا الإنسان مازال في هلاكه وفي ضياعه لو لم يصلب ولم يمت يسوع المسيح عش كده حقيقة صلب المسيح وموته حقيقة مهمة جدا وقلت لحضراتكم قبل كده أنه 40% من نسبة الأنجيل الأنجيل الأربعة ماتة ومرق سلوء أو يحنى مخصصة للحديث عن الإسبوع الأخير في حياة الرب يسوع وعندنا أكتر من 618 آية في الأربعة الأنجيل بتتكلم بالتفصيل الشديد جدا عن صلب المسيح وموته وقيامته من أجل أهمية صلب المسيح ومن أجل أنه بصليب المسيح صار للإنسان خلاص عدو الخير دايما يحاول أنه يهاجم وينكر هذه الحقيقة وعلى مر التاريخ بالأخص في الخلال الأربعة عشر كرن الماضيين ارتفعت الأصوات لكي ما تقول أنه لم يمت ولم يصلب لكن شبها له وهذه المقولة هي عكس كل البرهين وعكس كل الأدلة اللي موجودة في الأنجيل واللي موجودة في الكتار المؤدس واللي موجودة في تاريخ الكنيسة واللي موجودة في ممارسة الكنيسة سواء المعمودية أو حتى العشاء الرباني لأنه جوهر هاتان الفاردتان هو صلب المسيح وموت المسيح وقيامته وعش كده من حلقتين فاتوا بدأت أرد على الدكتور منقذ السقار في كلامه وهو بيحاول أن يجد في الأنجيل ما يثبت الفكرة الإسلامية أنه لم يمت وراح للأنجيل علشان يقول أنه هناك غرائب في قصة الصلب وطبعا لما يقول غرائب في قصة الصلب وحاجات ما نقدرش نصدقها يبقى قصة الصلب كلها على بعض ما نصدقهاش يبقى الأنجيل مضروبة والرواية الإنجيلية لا يمكن أن تصدق وده اللي عايز يوصل له الدكتور منقذ السقار وعش كده في الحلقتين اللي فاتوا رديت على بعض الأشياء اللي قالها الدكتور منقذ السقار كسماها كغرائب في قصة الصلب كلمت عن هل المسيح هو الذي أضل يهوزة هل المسيح أضل الجموع هل فعلا الأشياء المذكورة في الأنجيل الأربعة المتعلقة بصليب المسيح نقدر أن نخدها ونصدقها كحقائق تاريخية؟ ولا لأ وهنكمل النهاردة تناولنا لما تناولوا الدكتور منقذ من أمور متعلقة بقصة الصلب أنا أحترم الدكتور منقذ وأعرف أن الدكتور منقذ رجل مفكر ورجل أكاديمي لكن في الفيديوهات المتعلقة بصليب المسيح وبغرائب متعلقة بصلب المسيح أنا إحساسي الشخصي أقوله لك يا دكتور منقذ وما تزعلش مني إحساسي الشخصي حسيت أنه اثنين قاعدين على مصطبة حضرتك والمزيع وبتكلموا من دماغكم وبتكلموا من وجهة نظركم ولا تقدمون دليل ولا تقدمون برهان ولا تقدمون حتى تفسير مسيحي للأمور التي تتحدث عنها وعش كده سميت العنوان بتاعي تخريف ليس تعنى في شخصك لكن في المضمون الذي قدم هو في نظري لا يتعدى أحاديث لاثنين قاعدين على مصطبة بيحاولوا أنهم ينفوا ويطعنوا في صلب يسوع المسيح أنت حضرتك رديت علي في فيديوهين أنا عارف على الحلقتين اللي فاتوا وأنا هخصص الحلقات اللي جاية لإننا أرد على هذه الفيديوهات لأنه فعلا ما قد قدمته هل هو فعلا ردود أم هو موافقة على اللي أنا قلته وقدمته من برهين ومن أدلة على أن المسيح فعلا صلب هنكمل النهاردة تعليقنا على الدكتور مونكس الدكتور مونكس بيقول أن واحدة من غرائب من الغرائب اللي موجودة في الأنجيل المتعلقة بقصة الصلب هي نيام التلاميذ لما كان المسيح بيصلي في البستان جثيماني ورجع للتلاميذ لقاهم نيام فقال لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ولو ساعة واحدة وتركهم وراح صلى تاني ورجع لقاهم أيضا نيام فالدكتور مونكس بيقول إزاي يناموا فيه هنا حاجة غلط إزاي الإنسان اللي خايفوا بالأخص تلاميذ المسيح وهم عارفين أنه ممكن سيدهم أو معلمهم أو ربهم يسوع يتم الأبض عليه إزاي هما يناموا فهو شايف أنه دي حاجة من الغرائب اللي بتطعم في قصة وتاريخية صلب المسيح فخلينا ناخد الفيديو بتاعه وأرجع على الفيديو تلاميذ المسيح تلاميذ المسيح كانوا مع المسيح عليه الصلاة والسلام وبعدين في هذه اللحظة العصيبة المسيح يتضرع إلى الله عز وجل وهم نايمين كيف نايمين؟ يعني اللحظة دي ما هي لحظة نوم في لوقات 22 بيقول ثم قام من الصلاة المسيح عليه الصلاة والسلام وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما أول شيء هذا ليس وقت نوم يعني المفروض إحنا من الأخوة وقت ألأ ما فيش في نوم لكن الغريب التعليل فوجدهم نياما من الإيش؟ من الحزن هل الذي يحزن يا نام؟ أنا مش عارف بالعكس علماء النفس بيقولوا أن الغدد تفرز غدرة الأدرينالين بالذات تفرز إفرازات كثيرة تجعل الإنسان لا يستطيع أن ينام في مثل هذا الموقف فبالتالي هذه إشارة استفهام على هذه القصة عيب هو طبعا دكتور مونكس بيقول أنه هناك علامة استفهام على نوم التلاميذ وبالتالي هناك علامة استفهام كبيرة على الرواية الإنجلية المتعلقة بصلب وموت المسيح وكأنه بيطعن في عدم تصديقه لرواية الأنجيل من خلال أن التلاميذ نعم وبيقول هذا ليس وقت نوم طبعا على طول المزيع يعني صححها أنه يعني وقت عشان مجدودين هو طبعا وقت نوم يا دكتور مونكس لو أنت بتكلم عن الساعة فهو وقت نوم فإحنا بتكلم على منتصف الليل بتكلم على بعد لما احتفلوا بعيد الفصح كويس وبعد لما أكلوا الفصح وبعد لما التلاميذ قعد مع المسيح ساعات في العلية وبعد لما رنموا وسبحوا الله وخرجوا إلى بستان جثيمانيه بتكلم على منتصف الليل دكتور مونكس بتكلم على وقت متأخر جدا بالنسبة لليهودي اللي بينام الساعة سبعة ولا الساعة تمانية بالليل فهو وقت نوم فعلا وليس وقت مش نوم حاجة تانية اللي دكتور مونكس بيقول إنه ناموا من الحزن والإنسان الحزين إزاي ينام وقال إنه غدت الأدنرلين وإلى آخره بتفرز وده كلام نقدر نقول آه يعني في بعض الشخصيات كده لما تحذر ما تعرفش تنام لكن هل دكتور مونكس دورت وبحست عن إنه الإنسان الحزين أو الإنسان السترس ممكن ينام هل في يعني براهين لعلماء النفس كويس قدموها على إنه فعلا الإنسان المضغوط جدا ممكن ينام ولا لا حضرتك بتتكلم من دماغك ما أعتقدش إنه أنت بحثت هذا الأمر وعش كده أنا هاخدك إلى أكتر من مقال والمقالات دي مكتوبة في مجلات علمية متخصصة وفي جرائد تعتبر أو في يعني جرائد معروفة ومعروفة بإنها زي نيويورك تايمز وكده ده أتلانتك أتلانتك تعتبر واحدة من الحاجات التقيلة جدا اللي بتقدم النيوز وبتقدم كمان صفحة خاصة بالهيلث بالصحة وفي مقالة كبيرة كتبت تحت عنوان لماذا يعني يتجاوب البعض مع الضغوط بالنوم لأن يشعر بالنوم يعني ليه بعض الناس بتتجاوب أو بيكون رد فعلها تجاه السترس أو الضغوط النفسية بأنها تنام دي على فكرة مقالة علمية كويس والمقالة العلمية بيأتي فيها هنا الحديث على أنه فعلا الإنسان في بعض الناس أو عدد كبير من الناس تحت الضغوط يا دكتور منقذ الضغوط النفسية لا يجد مفر إلا أنه عقله تشت داون بيتقفل كويس وينام وده اللي حصل مع التلاميذ التلاميذ ما كانش عندهم أي حل ولا يوجد أي منفذ ولا يوجد أي مخرج للحالة النفسية اللي هم فيها المسيح كلمهم بكل وضوح وكلام المسيح واضح جدا في إنجيل يوحنى في أصحاح من أصحاح 13 و14 و15 و16 لما كل هذه الأحاديث بيقول لهم أنا زاهب إلى الآب أنا ترككم لا تضطرب قلوبكم إلى آخر هذه الأجزاء التلاميذ كانوا مضطربين ومنزعجين لأن المسيح تكلم عن رحيله وفي حالات كثيرة نفسية عندما يصل الإنسان إلى درجة أنه لا يوجد أمامه حل بيعمل الحل الوحيد أنه ينام والتلاميذ كانوا منهكين جسديا ومنهكين ذهنيا ومنهكين عاطفيا وناموا فلا غربة العلم بيقول كده يا دكتور مونكس علم النفس الحديث بيقول كده وهناك أبحاث كثيرة وحضرتك تقدر تطلع على الأبحاث دي وتبحث بنفسك وتعرف أنه عدد من الناس بينام لما يكون تحت ضغوط طيب في حاجة تاني في حاجة تاني واحدة هو كاتب مقالة كبيرة جدا بيقول هل هذه طبيعي أنا بشعر أن أنا نعسان لما بكون مضغوط وممكن الناس تبقى في تنشن جامد جدا وتاخد بعدها وتخش وتقعد على الكاوتش أو تقعد على السرير وتلاقي نفسها نام تنوم عمير جدا والراجل ده المقالة دي بتحلل بتحلل أنه ليه الإنسان أو بعض الناس بيناموا لما يكونوا تحت ضغوط ده مقالة ثالثة دكتور مركز وقلت لحضرتك أنه عملوا تجارب وطبعا معظم تجارب علم النفس الأول بيبدأوها على الحيوانات وإن يعرفوا رد فعلها وعملوا تجارب على أنه جابوا كلاب صغيرة كويس وحطوهم كل جروب حطوه في قفص معين وفي جوه الأفص في كل الأفص في electric shock في صعقات كهربائية بس واحد من الأفص في إمكانية أن تتوقف الصعقة الكهربائية اللي أنت بتخدها وأفص تاني مفهوش الإمكانية أن تتوقفها بعد فترة وجدوا أن الكلاب اللي موجودة في الأفص اللي مفهوش إمكانية أن تتوقف الصعقات الكهربائية بتنام أكتر من الكلاب اللي عندها الإمكانية أنها توقف في الصعق الكهربائية ووصلوا إلى conclusion أنه لما بتتقفل كل الببان أمام الإنسان ولا يوجد أبدا مفر أو مخرج عقله بيتقفل وبينام وعش كده يشعر بالنوم وده قد يكون عش كده الدكتور لؤ لؤ الطبيب هو اللي قالنا ناموا من الحزن هو لقلنا سبب نيامي التلاميذ وربطه بالحزن بالكآبة ربطه بالسترس النفسي ما ينفعش تقعد أنت والمزيع كده وتحللنا الموقف تقول لا 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 أصله يعني الموضوع فيه غرابة ما ينفعش في القصة الكتابية أنه التلاميذ يناموا جبتها منين دي وجبت الحكم المطلق ده منين إذا كان علم النفس أساسا الحديث بيأكدها دي واحدة دكتور منقز هناك سبب آخر يجعل الدكتور منقز يطعن في صلب المسيح بيقول المسيح صلى من أجل أنه ينقذ إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس ولأنه هو نبي الله بحسب فكره طبعا فأكيد ربنا سمع لي ودوءا بيأكد للدكتور منقز أن المسيح لم يصل بخلينا نشوف الفيديو بتاع الدكتور منقز ونرجع نعلق أيضا على هذه النقطة قصة ثالثة المسيح عليه الصلاة والسلام لما أخبره الله عز وجل أنه سيتعرض للمؤامرة قام وذهب إلى بستان جثماني وجلس يدعو الله تبارك وتعالى دعاه طويلا طالبا منه أن ينجيه من الموت نعم طيب هل استجاب الله له أم لا استجاب له ما دم رسول ويدعوه الله مفرج استجابه طيب دكتور منقز أول حاجة غالبا بيجيب الرواية خارجة عن الكتار المؤدس وبيكلم عنها الله أخبر جاه هذا الإعلان الجديد ما كانش عارفه يعني راح يعيني كمسكين إلى الجلجث إلى جثماني وقعد يصرخ ويصلي ويطلب من الله أن ينقزه وبعدين ما هو ربنا بيستجيب والمسيح نفسه قال أنك في كل أمر تسمع لي فأكيد سمع لي وكان الدكتور منقز لم يقرأ الأنجيل ولم يقرأ حتى من بداية الأنجيل أنه يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياته ولم يقرأ أيضا حتى إعلان الإعلانات التي أعطيت لمريم العزراء اللي كانت بنسبة لها كسيف في أحشائها عن ألام المسيح وكانه لم يقرأ عن إعلانات المسيح عن نفسه اللي فيها مرات ومرات قال للتلاميذ أن ابن الإنسان ينبغي أن يسلم ويصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم ألها مرة أتنين تلاتة واربعة وخمسة وستة وسبعة رب يسوع تحدث عن صليبه تحدث عن أنه هو ده الغاية التي أتى من أجلها أن أبن الإنسان قد أتى لكي يخلص ما قد حلك فلا توجد غاية أخرى يا دكتور مونكز لمجيء المسيح إلا الذهاب للصليب لم يأتي المسيح لكي يكون معلم عظيم مع أنه هو المعلم الوحيد العظيم الذي لا يوجد مثله ولم يأتي المسيح لكي يصنع آيات هنا وهناك فهو قادر أن يصنعه وهو في السماء لكنه أتى لكي يذهب إلى الصليب أتى لكي يضع نفسه فدية عن كثيرين فما فيش عندنا في كتاب المؤدس أنه الله جاله كده قبل الصليب وقال له خلي بالك أنت هتتعرض لمؤامرة من اليهود هيصلبوك ده بيقول الكتاب أنه ثبت وجهه منطلقا نحو أرشلي أنا معرفش جبت المعلومات دي منين يا دكتور مونكس أخد مدخلة وهرجع أكمل مع حضراتكم ألو الأخت في ريال ألو أيوة أخي أشرف سلام نعمة المسيح سلام أخت في ريال أهلا وسلام بك أهلا بك أنا كثير متأسفة الحلقتين السابقتين ما قدرت أشوفك القناة كانت شوية بيها يعني عطل أو أي شيء على كل أشكر يعني هسا قدرت أن أتكلم معك أخي أشرف هذا الدكتور منذر مع كل احترامي إله لمن قال أنه التلاميذ كانوا نايمين يعني فعلا شيء مضحك مثلا يقول هم يضحك وهم يبكي يعني وين المشكلة إذا كانوا التلاميذ نايمين هل هو هذا معناته يشكك في صلب المسيح يا أخ منذر أنا دا أتكلم معك صدقني لمن أكون حزينة أنا أهرب إلى النوم حتى أهرب من الحالة المضغوطة اللي أنا بيا أصلي قبل وأذهب إلى أنا نوم عميق وين المشكلة وين المشكلة يا دكتور منذر الله يخليكم يكفيكم تقية دائما أنت مثل الغرقان اللي يتمسك بإشة بس هاي القشة ما تقدر تنقضوا من الغرق المسيح له كل المش في إنجيل مرقص إصحاح الثامن أدد واحد وثلاثين قال بسمه الطهر وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد ثلاثة أيام يقول يعني أنا جاي أكذب رب المسيح جالي خلاص خلاصك أنت وخلاصي وخلاص العالم كله وأصدقك أنت الله يخليك إحنا منتظرين بس قلونا هذا الاسم الشبيه من هو شبه به حتى نرتاح فأحسن هاي الأكاذيب والخزعبلات كله اكشفوه الحقيقة حتى نعرف من هو الشبيه الرب يرحمكم وعنجز ونصلي من أجلك شكرا أخي أخي أشرف أنت تتوفي وتكفي عن الموضوع الرب يباركك والحلقات على فكرة الأخت فريال اللي فاتت موجودة على اليوتيوب وموجودة أيضا على صفحة قناة الحياة على الفيسبوك وصفحة عبر كتاب وعلى صفحات قناة الحياة المختلفة ممكن حضرتك ترجع لها فده ده اللي بيقول الدكتور منقز أنه يعني المسيح الله قال له فاتشد فراح يصلي فأكيد ربنا سمع لي ودايما الصلاة في البستانية دكتور منقز خلينا أقرأ بعض الأجزاء ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت فمضى ثانية وصلى قائلا يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن ما شئتك طيب نيجي لآية أخرى طبعا دايما الدكتور منقز وغيره بيستندوا عليها على أنه المسيح لم يصلب لما يقولنا في رسالة العبرانين وأصحاح خمسة وفي عدد سبع الذي في أيام جسده اسقدم بصراخ شديد ودموع تلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقوى فدايما لك بص أهو أهو الكتاب بيقول مش إحنا اللي بنقول ده الكتاب بيقول الكتاب اللي هو أساسا بيتهمه على أنه محرف والكتاب اللي هو أساسا بينظر عليه على أنه يعني كتاب لا يمكن الثقة فيه آه دي الكتاب بيقول ما صلق يا جاي على دماغه شوية الكتاب بيقول وسمع له من أجل تقوى طبعا يا دكتور منقذ هنا مش بيتكلم على سمع له من أجل تقوى أنه خلصوا من الموت بمعنى أنه منعوا من الموت لكن معناها أنه أقاموا من الموت هنا الإشارة إلى القيامة من الأموات ليه بنتكلم عن القيامة من الأموات لأنه نفس الرسالة يا دكتور منقذ اللي فيها الآية دي هي من أكثر الرسائل في العهد الجديد اللي بتؤكد لنا صلب المسيح وموته رسالة العبرانين فالكاتب مش قاعد ناسي يعني الكاتب عارف بيتكلم عن إيه وبيتكلم عن صلب المسيح بصورة واضحة جدا هسكن لحضرتك يا دكتور منقذ كام آية من رسالة العبرانين خليني أجيبهم قدامك الذي يقول كده الذي وهو بهاء مجده كلم عن يسوع المسيح ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا تطهيرا إزاي بموته بدمه صنع هذا التطهير لخطيانا سفك دمه من أجلنا جلس في يمين العظم في الأعالي آية أخرى يقول فإس قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك كالإشارة إلى يسوع اشترك هو أيضا كذلك فيهم أي أنه صار إنسانا كاملا لكي الغرض بقى من أن يسوع يتجسد الغرض من مجيئه يقول هنا لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت يبقى الطريقة اللي أباد بها الموت هو الموت بموته على الصليب أباد الموت اللي كي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية هنا بيتكلم عن دكتور مونكس بيتكلم عن الموت بيتكلم عن صليب المسيح نفس الرسالة رسالة العبرانيين فالإشارة إلى وسمع له ليست إشارة إلى إنه لم يمت لكن إشارة إلى القيامة من الأموات طيب لأنه كان يليق بنا نفس رسالة العبرانيين رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاء وصار أعلى من السماوات الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم دبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب ليه لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه زبيحة شرح هنا للزبائح قدم نفسه زبيحة صلب وموت كويس أخذ شاهد آخر يا دكتور منكز يقول وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه بدم نفسه دخل مرة إلى قدس الأقداس فوجد فداء أبديا لأنه إن كان دم ثران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد فكم بالحر يكون دم كان لابد أن يصلب دم يسوع المسيح الذي بروح أزل يقدم نفسه بلا عيب يطحر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدم الله الحي شاهد آخر يا دكتور مرقز يقول وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثير تلك الذباء حينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطيئة وأما هذا شراء المسيح فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة اللي هي نفسه جلس إلى الأبد عن يمين الله فما جيش يا دكتور مرقز آية أخرى خلينا نختم بيها فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول للأقداس بدم يسوع المسيح بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده فمنفعش تستخدم الآية اللي في عبرانين خمسة سبعة أو حتى اللي موجودة في إنجيل يوحنى إنه سمع له تشير إلى إنه خطفوا كده عشان ما يروحش للصليب كويس ف ناخد مداخلة أخرى الأخت أم عمد أهلا أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بك زي صحيتك ربنا معي أنا كنت كنت بصراحة يعني عايزة أقول للدكتور منقذ الوحيد الوحيد يعني غير الدكتور منقذ ده خالص واللي على شكلته يعني الوحيد اللي بيكره صليب المسيح لكل المجد هو الشيطان لأن المسيح بصليبه أيد الشيطان ومسكه فالدكتور منقذ لما يكون بيداشع ما هي عقدته عقدة شيطانية ألو أهلا سامعك تفضلي آه فهو عقدته عقدة شيطانية المسيح لكل المجد على الصليب أيد الشيطان فهو لازم يثبت أن المسيح ما تصلابش عشان هو بيدفع عن عقدته الشيطانية فياريته يطلب من ربنا كده الخالق الحقيقي شكرا أنه يبين له الحقيقة فين ويكون للعابرين اللي إحنا هنصلي لهم يوم 18 أمين أمين وشكرا لك شكرا لك طبعا هو زي ما قالت الأخت ومعماد أنه إبليس يكره الصليب وحاول مرات ومرات أنه يعطل ذهاب المسيح إلى الصليب حتى من خلال كلام على لسان التلاميذ حاشاك يا رب فكانت إجابة الرب البطرس اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس وعش كده إبليس يريد أنه يطمس حقيقة الصليب ويجعل الناس تخفل عنها لأنه في الصليب في الصليب خلاصنا وفدعنا طيب أجي إلى فيديو آخر للدكتور منقص كلمتي ممكن الأسبوع اللي فات عنه في عجالة كده سريعة بس حابب النهاردة شوية أأكد عليه واحدة كمان من الغرائب خلوا بالكو اللي حطى العنوان اللي مختارينه للفيديو غرائب ويز في صلب المسيح فواحدة من الغرائب اللي في صلب المسيح اللي بتأكد أن الرواية مضروبة وما ينفعش أن احنا نعتمد عليها هو العبارة اللي قالها المسيح وكأنه بيرى في العبارة اللي قالها المسيح للتلاميذ هناك تناقض أو يعني إزاي واحد يقول الكلام ده فيستهزأ هو والمزيع طبعا بالآية الكتابية على شأن يحاول يثبت الوجهة النظر الإسلامي خلونا نشوف الفيديو دوا ونرجع نعلق عليه مرة بعدين المسيح عليه الصلاة والسلام بيكلم التلاميذ بيقولهم كلام غريب بيذكرني بكلام بعض الناس اللي نسمعه في القضائيا قال لهم في منقص 14 على 41 يتحك قال لهم ناموا الآن واستريحوا ناموا الآن واستريحوا يكفي قد أتت الساعة هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطات قوموا لنذهب يعني حطها مع بعض ناموا الآن واستريحوا قوموا لنذهب طيب انت عايز منهم إيش ناموا ولا يقوموا هل مسيح عليه الصلاة والسلام لحضرك في السياق واحد في سطر واحد عفوا في سطر واحد مش في سطر واحد في سطر واحد يعني هل مسيح عليه الصلاة والسلام ما كان بيعرف معنى الكلام اللي بيقوله يقولهم ناموا الآن واستريحوا يكفي وفي نفس السطر يقول قوموا لنذهب هو ذا الذي يسلمه نقترب هذا تناقض في الرواية هذا تناقض في الرواية هذا تناقض في الرواية طبعا تناقض في الرواية معنى أن الرواية كلها ما تصدقهاش يا دكتور مرقز عشان كده بقول لحضرتك أنه الفيديوهات دي يعني أعتقد أن أنت أفضل من كده أعتقد أعتقد أن أنت ممكن تبقى أكثر أكاديمية من كده أكثر يعني مستوى من كده فإننا الإنتباع اللي شايفه اتنين قاعدين على مصطبة بيحكهم مع بعض ويعتبروا كلامهم كلام نهائي وحضرتك بتقول أننا كراجل أكاديمي وأنا بسدق طبعا حضرتك كراجل أكاديمي فإزاي تاخد آية زي كده من غير ما أنت تفهمها أو حتى تقارن الترجمات يا سيدي أرجع لليوناني بتاعها ما إحنا بنؤمن باليوناني شوف مكتوبة إزاي وهل هذه هي ممكن تكون خاطئة في الترجمة أو فهم في الترجمة ولا لأ حضرتك يا دكتور مونك استعرف جيدا أنه الناص اليوناني مكتوب بالحروف الكبيرة اليونيكول والحروف دي كلها الحروف الكبيرة جنب بعض وما فيش فواصل ما بين الكلمات يعني دايما دايما كنا نستخدم مثل وإحنا بندرس أو بندرس المخطوطات إنه لو حطيت عبارة عبارة مثلا جد إز نو وير الله مش موجود في أي مكان وحولت إن انت تقراها جنب بعض ممكن تقراها بقرايتين إما إنها تقراها جد إز نو وير أو تقراها جد إز نو هير بيعتمد على السياق وما فيش علامات الكوشن مارك والعلامات الاستعجاب والحاجات اللي احنا بنجدها في الترجمات الجديدة أو في النصوص الحديثة فلما بنجي إلى نص مثل هذا في اللغة اليونانية ويقول ثم جاء إلى تلميذ وقال لهم ناموا الآن واستريحوا النص في لغة اليونانية يحتمل حاجتين إما أنه يتحط بسيغة الأمر imperative أما دكتور منقز يكون فيه صيغة سؤال بس نحن ما نعرفش تختلف على الترجمة فأنا ممكن أترجمه ناموا الآن واستريحوا وممكن أترجمه زي ما بعض الترجمات الأخرى المور أكاديميك حطته هل إلى الآن ما زلتم نائمين ومسترحين لكن ده ليس تناقض في كلام المسيح كنت محتاجة منك بس شوية مجهود ربع ساعة كده مجهود وما كنتش أبدا اتكلمت عن هذا النص ولا تريأت مع المزيع بتاعك على كلام المسيح وشبهته بكلام المزيعين اللي فيه تناقض طيب عشان أكد كلامي يا دكتور منقز أجيب لحضرتك أكتر من ترجمة نيوريز ريفايز ستاندر وحدة من الترجمات اللي تعتبر أكاديمية حطى إيه Are you still sleeping and taking your rest هل إلى الآن ما زلتم نائمين ومسترحين ما حطتهاش ناموا الآن واستريحوا حطتها في زيغة السؤال وده صح وده الأقرب إلى الصح كفا إسلام المسيح مش ممكن أبدا يقول كلام متناقد ترجمة أخرى NIV وأعتقد حضرتك تعرف NIV كويس ويمكن عندك نسخة في البيت بتقول إيه NIV بتقول Are you still sleeping and resting and resting هل ما زلتم نائمين ومسترحين حطتها في زيغة سؤال ترجمة أخرى ترجمة الأخرى الأخيرة New English Translation حطتها Are you still sleeping and resting زي NIV وما كانش لازم تعمل عليها كل الزيطة دي والترياء دي وتتكلم على المسيح على أنه ده تناقد ظاهر من إمتى ما بترجعش لليونان يا دكتور مونكوز لو تعبت شوية كنت عرفت الإجابة المسيح لا يناقد وحتى لو حطنا دلوقتي ثم جاء لتلميذ وقال لهم هل إلى الآن نائمين ومسترحين هوذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة كوموا ننطلق هوذا الذي يسلمني قد اقترب انتهت لكن هنعمل إيه ما لقيوش في في التفاح عيب فقالوله أحمر خدين زي ما يقوله في المسأل عايز تدور على أي حاجة زي ما قلت قبل كده الغريق بيتعلق بأشاية بس أوقات كتيرة الأشاية دي بتكون هي سبب غرقه لأنها أشاية لأنها ما تنفعش تستند عليها طيب ناخد فيديو آخر للدكتور منقز بيقول عن قيافة شايف أنه هناك جريمة كبيرة جدا وتناقض كبير جدا في أنه ممكن قيافة يقول حاجة وتتنفذ وتتحقق كنبوة لنشوف الفيديو ده نرجعنا على عليه لو انتقلنا لتنافر آخر مين اللي حكم على المسيح على الصلاة والسلام بالموت القيافة بعد حياء العذر هو يموت قيافة رئيس الكهنة وهذا الكلام يقوله يحن في 11 على 49 طيب قيافة ده اللي قال عنه المسيح بأنكم أنتم مجمع الظلمة هل هذا يعتبر نبي من عند الله يأمر بشرع الله أم أنه رجل ظالم يأمر بما هو ضد لشرع الله تبارك وتعالى لكن النص الإنجيلي بقدم قيافة على أنه نبي فقال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا نهلك الأمة كلها ولم يقل هذا من نفسه كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة طيب كويس هو بقى شايف أنه ده اعتراض وأنه ده ما ينفعش أن يكون قبل ما أكلم عن النص ده دكتور منكز عايز أكثر من حقيقة نحن نؤمن أن الله حر والله يستطيع أن يستخدم أي إنسان وأي وسيلة لكي ما يسخرها لتوصيل رسالته عندنا في كتان وعدس يستخدم مرة حمار استخدم بالعام اللي كان مستأجر علشان يلعن الشعب لكن ربنا نطق من على لسانه ومن خلاله بركة للشعب ومن خلاله هنا ومن خلاله ومن خلاله كثيرة انتركنا هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومان ويأخذ موضعنا وأمتنا الخوف هو ان الرومان لما الشعب كله يؤمن به وانه دون المسيح وهم طبعا اليهود عندهم فكرة ان المسيح ده هيبقى اي اللي هو جايل اولا هيبقى ضد الرومان وهيطرد الرومان فطبعا الرومان هيهيجوا عليهم ويحاولوا انهم يدمروهم فياتر رومان وياخذوا موضعنا وأمتنا فقال لهم واحد منهم وهو قيافة وقيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة انتم لستم تعرفون شيئا هلهم كده الكلام اللي بتقولوه ده بيدل على انكم مش بتفكروا كويس مش عارفين مش عارفين كل حاجة ولا تفكرون انه خير لنا ان يموت انسان واحد عن الشعب لا احنا لين ضحب كل الشعب احنا نموت المسيح ونفضي الشعب فبدل ما الشعب يجري ورا المسيح ويؤمن به والرومان يجوا يدمرونا لا احنا نموت المسيح فموت المسيح يكون انقاذ للشعب ولا تهلك الامة كلها يحنى الحبيب بيكتب بعد الحدث بيكتب انجيله بعد الحدث مش في وقت الكلام اللي قالوا قيافة وبيسترجع بالروح القدس كل ما قاله قيافة وبيقول يحنى ولم يقل هذا من نفسه اللي قالوا قيافة دا ما كانش كلام من نفسه لانه اللي قالوا اتحقق في يسوع المسيح ان يسوع يموت نيابة عن الشعب وعن العالم وعن الخطاة فبيقول ولم يقل هذا من نفسه بل اسكانة رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ ان يسوع مزمع ان يموت عن الأمة الرب استخدمه مع انه اناء شرير لكنه تنبأ عن الأمة وان المسيح يموت ليس فقط عن الأمة بل عن العالم ليجمع أولاد الله المتفرقين إلى واحد ايه الغرابة في كده انا مش شايف مشكلة ايه الغرابة في كده ما عندناش ايه مشكلة انت بتقلف مشاكل وبتقلف قضايا وقعد على مصطبة بتحكي طيب اخذ مدخلة وارجع الاخ زكريا من المغرب سلام ونعمة اهلا بك سلام ونعمة اهلا بحضرتك سلام ونعمة دكتور عزم عزمي أشرف عزمي اهلا وسهلا بك بيسك اخي اشكرك على برنامج عبر الكتاب هو برنامج اكاديم تعليمي يعني يعني ينصح الشباب يعني على رسالة نور المسيح والكتاب المقدس وانا ادعو الشباب المغرب والشمال الافيقية لترك الاسلام دين الخراف وخرافة حيصان البورا وجواز راضيها يعني ودين اسلام ودين خراف يعني حتى محمد قام بنكاح في الودع يعني نكاح المرقة وهي ميت في القبرية قبل امت وانا احرض اتباع المغرب والبزائر وشمال افريقيا لاعتناق المسيحية كحياة واتباع نور المسيح امين وتعاليم كتاب مقدس وترك ورمي ورمي القرآن في المنزل التاريخ وطلب كتاب مقدس من قناة الحياة وهو كتاب مقدس هو من عند الله اشكرك على مدخلتك المصة والرواية الكتابية الانجلية عن صلب المسيح هل نشوف الفيديو ونرجع نعلق عليه بس في سؤال خطر في زيني ان المسيح صلى الله عليه وسلم كان شخصية محبوبة كان شخصية معروفة اطعم من جموع كثيرة ماذا لم يدافع اي احد عن السيد المسيح من الصدق الغريب مش انه الناس ما دافعوا عنه الغريب ان المسيح هذه الشخصية المحبوبة اللي لما اندخل ارشليم الناس كل استقبلته في متة 21 على 8 والجمع الاكثر فرشوا ثيابهم في الطريق واخرون قطعوا اغصانا من الشجر والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين اوصلنا لابن داود هذه الجموع هي نفسها اللي في قصة الصلب مش تخلت عن المسيح هي التي طالبت بقتل المسيح الغريب انه لما ان اراد بلاطس ان يخرج لهم المسيح قالوا لا مش عايزينه احنا عايزين باراباس فوين الجموع اللي تحب المسيح بالعكس الجموع هنا تقف ضد المسيح عليه الصلاة والسلام طيب اين تختفت تلك الجموع حقيقة اشارة استفهام كبيرة على رواية الصلب اشارة استفهام كبيرة على رواية الصلب ايه يا بقى ان الجموع تقلبت على المسيح طيب نقول ايه للدكتور منكس اول حاجة طبعا هو بيشير الى الدخول الانتصاري والجموع ازاي ابلة المسيح في قرشليم وقالت اصنى اصنى مبارك الاتي باسم الرب وغاب على الدكتور منقز ان الجموع كان عندها تصور مختلف عن تصور 13 نوفم جموع كان عندها تصور وتوقعات مختلفة جموع ليه هاجت وقالت مبارك لانها دكتور منكس ربطتها بزكريا تسعة تسعة زكريا تسعة تسعة بيكلم عن وده ملككي ملك بتاعك يأتيك وديعا تواضعا وراكبا على جحش ابنتين فشافت في مجيء المسيح مجيء المسيح المسيح الذي سيطرد الرومان المسيح الذي سيؤسس الملكوت المسيح الذي سيؤسس المملكة ويعطي الحرية لشعبه كان كل توقعها هو توقعات أرضية بمملكة ملك وهزيمة للرومان إلى آخره لكن الرب يسوع جاء لا لكي ينتصر على الرومان في مجيء الأولين لم يأتي لكي يؤسس مملكة أرضية وينتصر على الرومان لكنه أتى من أجل أن ينتصر على الخطية بالموت ملكوت المسيح هو في القلب وليس على عرش أردي كل الحاجات يا دكتور مونكس كانت بالنسبة للجموع نوع من الشاكينج مش هما ده المتوقعينه أضف إلى ذلك يا دكتور مونكس تأثير قادة الشعب ومعلمين الشريعة على الشعب المسكين قوة رجل الدين وتأثيره على الشعب بسهولة جدا تجعل كل الجموع تنقلب على يسوع بسهولة جدا يحاول الجموع التي كانت تصرخ للمسيح وصلنا القاتب باسم الرب مبارك القاتب باسم الرب أنه هي نفسها تصرخ وتقول أسلوبه أسلوبه نريد باراباس وليس المسيح وليس هذا تناقض يا دكتور مونكس كتاب المؤدس لا يوجد فيها تناقض مهما حاولت في نهاية كلام أقول مهما حاولت يا دكتور مونكس كل اللي انت مسكت فيه عبارة عن أش يغرقك ويغرق كل من يصدق لكن ستظل القصة الكتابية حقيقة صلب المسيح وموته حقيقة تاريخية أختم مع حضراتكم مرة تانية وذكركم بفيديو الخاص باليوم العالمي للصلاة من أجل العابرين أتمنى حضراتكم أنتم تشتركوا معنا في هذا اليوم وأن يكون فعلا يوم صلاة مخصص كل سنة من أجل العابرين في كل مكان دعونا نشاهد الفيديو وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم 18 نوفمبر 2020 رح يكون اليوم العالمي للصلاة لأجل المؤمنين بالمسيح من خلفية إسلامية اللي هو أنا واحد أيضا منهم ونحن كتار في هذا العالم عايزين ندعيك أنك تشارك في الصلاة معنا ولأجلنا ولأجل كل المؤمنين بالمسيح وعايزين نقولك من داخل أعماب قلوبنا أنت مش وحدك موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر